رجالتنا بإسرار وعزيمة وروح كانوا في المعاد وقد المسئولية في القدم حقان انتصار تاريخي على براجوي وقدامنا خطوة واحدة على الحل ومن رجالة ميكاري لنجوم خوان كلوس باستور منتخب اليد كالعادة فوق العادة تأهل ربع النهاية عن جدارة واستحقاك بعد الفوز على النروي انتصارات تاريخية وإرادة حديدية وإن شاء الله تودين الميدالية في نهاية المشهر موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الليلة مبارح كانت ليلة عظيمة الليلة مبارح كانت ليلة حلوة الليلة مبارح كانت ليلة تفرح منتخبنا الوطني لكرة القدم بيفوز على منتخب براجوي ألقوي جدا ركز معي ألقوي جدا ويصعد ليه نصف نهاية الأولمبيات لأول مرة من ستين سنة من ستين سنة مع من نهاش أداء مبهر ومدهش في الجولة وروح وإخلاص وأداء فن وتيكتيك من المدرب وأداء فردي من اللاعبين على أعلى مستوى يجي واحد ده المتقيل يقولك يا عم منتخب براجوي ده منتخب سهل يا السلام هو احنا لما بنكسب يا جماعة يبقى باللعب منتخبات سهلة ولما بنخسر يبقى احنا وحشين ده المنتخب اللي كسب بطولة أمريكا الجنوبية وأصعد لهذه التصفيات متخطيا الأرجنتين والبرازيل والشيلي وارجوي وكل المنتخبات الكبيرة في أمريكا الجنوبية احنا المصريين كسبناه الكل مبارح كان رائع ومميز من أول روجيرو ميكاري المدرب الكنز اللي كسبنا ده كنز كنز ودهرف فاهم وعارف وبشتغل كويس واحد ييجي يقول لك يا عم ما تبالغش يا عم روجيرو ميكاري ايه ما يعني معاه لعيبة كويسة بص عشان بقى مين معاك احنا معانا شوية لعيبة رجالة ورائعة ومن أحسن الأجيال في تاريخ مصر اللي عندها روح وإخلاص في الملعب بس لو بتتكلم على مستويات فردية ومهارات وتفاصيل كثيرة لا كان فيه أجيال حسن من كده في السابق وما عملوش اللي عملوا الجيل ده فيأتي فضل أولا طبعا لربنا سبحانه وتعالى وبعد كده للمدير الفني وجهازه المعاون ولعيبة رائعة ومميزة من أول حمزة علاء اللي ما بيشاركش خالص مع النادي الأهلي وعمل أداء رائع ومدهش ومبهر وقاد منتخب مصر ببراعة أمس في ضربات الترجيح وتصدى للكرة اللي صعدتنا ثم خط الدفاع بالكامل أحمد عيد وحسام عبد الميد وعمر فايد وكريم الدباس أوكوكا ومحمد النني طبعا اللي هجيله بعد شوية وشحاتة محمد النني وشحاتة وزيزو وصابر وابراهيم عادل وقسامة فيصل وكل البودلاء اللي بينزله قطة ومظهر وكل اللعيبة امبارح المظهر وبنسبة مظهر المظهر كان حلو الشكل حلو كنا كبار قدام منتخب بطل في أمريكا الجنوبية كنا كبار ما بنلعبش وإحنا خايفين ما بنلعبش وإحنا مرعبين بننقل الكورة وبنعمل هجمات وبنمس الخطورة زي ما عملنا قدام المنتخب الأسباني تعال عن نني شوية أنا فيه في قلبي كلام كتير عن محمد النني بس قبل ما اتكلم عن محمد النني وحكايات محمد النني معايا عبر الهاتف الآن معلق التلفزيون الجزائري معايا على هاتف يا جماعة ولا لا؟ طيب لما يرجع تاني يا جماعة نرجع له تاني طيب نرجع تاني ليه؟ محمد النني محمد النني مستوى مدهش مستوى رائع مستوى كبير مستوى مميز واحد 32 سنة بيلعب مع لعبين أو قدام لعبين شباب أصغر منه بعشر سنين على الآل واحد وبيقدم مستوى بدلي لعب ثلاث مباريات والربعة بوقت إضافي لعب كل الدعاية ما خلقش من الملحب اثنين واحد تعرض لأسوأ أسوأ أسوأ لانتقادات والهجوم من كثير من المتابعين والجماهير والإعلاميين والمحللين وكل شيء لعمره رض ولعمره لمح ولعمره رفض ولعمره تحجج ولعمره عمل أي مشكلة من أي نوع دائما وأبدا مع كل منتخبات مصر شباب أولمبي أول أول المخلصين وأول المجتهدين ثلاث واحد خلص عقده معنا دي أرسنال وداخل على مرحلة صعبة مرحلة انتقالات عايز يختار نادي يشوف العروض اللي بتقدماله يشوف تفاصيل كثيرة فيجيله تليفون تعالى محتاجينك للمنتخب الأولمبي عشان فيه فلان وفلان 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 أنديتهم رفضوا أن هما يدور العبيد سواء خارجان أو داخلان بشكل أو بآخر ما قالش لا يا جماعة مش فاضي عشان أنا ببقى بحث عروض دلوقتي ما قالش لا أنا محمد النني واحد من أعظم المحترفين اللي جون في تاريخ مصر ما جيش بديل لأسماء تانية ما قالش لا معلش يصله الجيل ده مش من أعظم الأجيال فبلاش روح عشان ما يبقى الشكل وحش جاء وتحمل المسئولية الفنية والقيادية ببراعة شديدة ويا رب يا رب منتخبنا الوطن الأولمبي يحصد ميداليا وحتى لو لم يحدث فالمركز أو الوصول للمربع يزعبي في حد ذاته وإنجاز يحسب للنني وزميله ياخد محمد النني ميداليا تعويض تعويض عن كثير من الإساءات اللي اتعرضت لها الراجل ده إساءات كلها كانت ظالمة وتقليل ظالم وأي حد قلل من محمد النني في أي مرحلة من المراحل أكيد عنده مشاكل مش بس مشاكل في الكرة ربما مشاكل شخصية كمان ده محمد النني إحنا محظوظين في مصر بإخواتنا العرب محظوظين قوي بنحبهم وبيحبونا من قلبهم ومن قلبنا في كل المواقف تحديدا في الجزائر الشقيقة في كل المواقف تلقيهم مسندين ودعمين أنا فاكر دوات الألعاب العربية مؤخرا كانوا دايما بيشجعوا كل الفرق واللعبين المصريين الجماهير الجزائرية في الأولمبيات الحالية تشوف الناس على إكسو على فيسبوك وعلى إستجرام تشوف أخواتنا في الجزائر قد إيه بيحبونا الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي السعودية وفي الإمارات وفي كل حتة في الوطن العربي يحبونا من قلبهم ونحبوهم من قلبنا واحد من الناس اللي اتكلمت عن منتخم مصر من جوه 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 قلبه انت سامع الكلام مش من لسانه من جوه قلبه هو الكابتن بلايب الناري معلق التلفزيون الجزائري وهو يعلق على مباراة مصر وبراجوي معايا عبر الهاتف الآن يا فندم بسوتي وبسوط كل الشعب المصري والجماهير المصري بنشكرك شكرا جزيلا ومرحب ومرحب بيك دائما في بلدك التاني مصر سعداء جدا بوجودك معايا عبر الهاتف الآن